يعني كما نعلم أنه الآن البعض من الناس ملتزم والبعض من الناس غير ملتزم هناك بعض الخطوات تتخذ لإعطاء الفرص للرفاح وللعيش الأفضل لمن لا يلتزم أو لمن يترك ثقافته الإسلامية ويلتج إلى الثقافة الأخرى تدريجيا عندما الصغار عندما البسطاء عندما السذج عندما كثير من ضعاف النفوس يشاهدون أن الذي لم يلتزم أو الذي ترك ثقافته الصحيحة والتجه إلى ثقافات أخرى هذا تدريجيا كانت حياته أفضل فيكون هناك نوع من الارتباط في أذهان هؤلاء بأن الالتزام بأن الثقافة الصحيحة هذه تسبب عدم الرفاح تسبب عدم العيش الأفضل وأن الالتزام بتلك الثقافة وعدم الالتزام بتعاليم الدين هي التي سببت رفاح هذا الإنسان الآخر وسببت عيش الأفضل فبالنتيجة هذه الحالة تدريجيا توجد في أذهان هؤلاء السذج والبسطاء وكثير من الناس حالة من الانبهار وهذه الحالة حالة خطرة يعني مثلا مسألة الحجاب ومنعه ومنع الحجاب في المدارس الحكومية في فرنسا زين وكذلك في بعض الدول الإسلامية الحجاب ممنوع في المدارس والجامعات في تركيا إلى قبل أيام الحجاب كان ممنوعا إلى أن البرلمان صوت على تغيير الدستور يعني حتى منع الحجاب كان مضمن ضمن الدستور لماذا؟ لكي يكون هناك في أذهان الناس تعارض بين العلم وبين الالتزام تريد تبقى جاهل هذه المرأة تبقى جاهلة لا تتقدم لا تتطور لا تعلم عليها ترك الالتزام الديني ترك حجابها إذا تريد تكون ملتزمة بالدين فمعنى ذلك أن تترك التعلم وتبقى جاهلة هذا الارتباط بين الجهل والدين وبين العلم وترك الالتزام هذا من ضمن ما يراد منه هو هذا الأمر أن الإنسان يترك ثقافته يترك دينه ويلتزم بثقافة أو دين آخر أو أسلوب آخر لا أقل لكي يتقدم مثال آخر في إحدى الدول الإسلامية التي كانت مستعمرة هناك أراضي خصبة جدا وهذه الأراضي الخصبة صالحة للزراعة لمختلف الأمور لكن في فترة الاستعمار أجبروا الفلاحين وأصحاب البساتين بزرع العنب فقط زين العنب أكثر من الاستهلاك البشري في الأكل كان ينتج الزائد تشتريه معامل الخمور ويولد منها الخمر النتيجة بمرور الزمان ارتبط رزق العامل الزارع صاحب البستان بالخمر والخمر من أشد المحرمات الإسلامية وإذا الإنسان صار بالنسبة إلى الخمر لا أبالي وطبعا بالنسبة إلى أمور أخرى من الشرع يصير لا أبالي أكثر تريد تتطور اقتصاديا عليك بترك الالتزام الديني وتريد الالتزام الديني عليك بترك التطور الاقتصادي المالي التعليم المال والاقتصاد وأمور أخرى من الحياة التطور فيها ربطه بعدم الالتزام والتخلف ارتبط بالالتزام هذا تدريجيا يولد حالة من الانبهار بالثقافة الأخرى ترجمة نانسي قنقر